صباح النور صباح الفل والياسمين انهاية الجديدة معي سمحوني كان اخرت عليكم في الروتينات حسيت روحي كتعبته شوية البريود الاخرى عندي يمكن ضيق خامس يوم ما قمتش وصورت قلت اليوم خلني اتشجع معاكم حبيت دلل شوية عائلتي خاطر بالحق عندي برشا ما دللتهم شو عمت لهم شحويجة ومطيبتش اصلا البرحة كما شفتو الفيديوهات اللي هابتو هذوكم مصورين في فرد نهار ما حبيتش نغيب عليكم وليه تصورت اي اولفة واليوم قمت زي داخليني نشجع بيكم خديت كيلو قارس قلت باش نعمل بي السيترونات اللي وعدتكم بها باش نعاودها معاكم خاطرها بينا على الاخر وباش نعملوا مبعضنا كعبيتها كا قدتو باش نرتاح عليهم البريود الجاية يكفيون يعني معناها من الهني لرمضان خاطر حاسا روحي اني مش مش نعمل حاجات اخرين من الهني لرمضان ان شاء الله كان عشنا له كما شفتو خديت بالميزين قصتهم كيلو قارس رحيتلو القلبة بتاعو من اللول ومن بعد رحيتو بالربو هذي اللي خديتو معاكم انا عنده جومية لقيقة عجبني لحد الان تحفونا على الاخر ما شاء الله يعني رحيت فيه كل شي برس كله تمر الحم قارس رحيت فيه باش حاجات استعملتهم الكل عجبني على الاخر وان شاء الله يا ربي يبقى معايا فترة طويلة كيف ما شفتو القارس نحيلو في قلوبه ونحيلو فكل الوحيدة كما كان مرفوق اللوطة يعني ننظفو ونرحيه بكله بقشوره بكله متخافوس رحوا والله لا يطلع فيه ريحة المرارة جملة رسيت هذي اخذتها من عند بنت خالد راجلي اسمها فادوان قدمناها تحية كبيرة لقيقة ما كنش نحب سيترونات جملة يا لبنات هذي اول مرة نعمل فيها سيترونات اخذت الرشاة من عند خاطر شكرتها لي برشا قلت علش لم نجربها وزيدتها جاي سخانة وجاي رمضان ماذا بيه خاصة الواحد مع الرضاعة ماذا بيه كحويجة جويه هكف خاصة جويه يبدأ دياري معنا هم تعفر هيزم تعقها رسم تعليم حاجة هكاك مع الرضاعة وصيام الواحد ماذا بيه تلهب بروحه شوية حصيله وقررت انو سنين شاء الله بقدره متع ربي ديما لازمي جويه معايا في شقة الفتر هني خضيت 600 جرام سكر هي قلتي اعمل 700 جرام اني اعمل 600 جرام لخاطر ما نحبش لحلو برشا ودي جا هو طلع حلو من بعد مرحيتك اللي قارص هذاك صبيت علي 600 جرام سكر اضافة من عندي لخاطر نعرفها من اقبل ان نتذكر كي ما تعمل سيدرونات تحط فيه سكر فانيليا اضافة فيها نصف باكو سكر فانيليا كما شفت وحطيت في الاثناء اضافة ثلاثة اترات مية قاعدين يغلي لازم هو دوب ما يبدأ يغلي واني انصب القارص والسكر كل في طنزره متاعي دوب ما بنصبه وهو يغلي نسكر عليه دي راكت نسكر عليه ما يغليش اللي بني تردو بالكم جزت هكا ياخو غلوة صغيرة معناه هو المية يغلي اني نصب القارص اللي نحي فيه يبقبق شوية نسكر عليه من بعد صفيت وفديكة محرمة خصيصا للاستعملات هذه مثلا عندي نقلا بش نصفها نعمل عصيدة وقالا سيدرونات نعمل الليم اول مرة نعمل سيدرونات بعد نصفي ودي راكت يتشرب بمعناها لنقعد نعمل كونسنتري وبعد نخلطه بالمية ثم نحن نضيف ثلاثة اترات مية ومن بعد صبيته في زوزة بابس كيف ما شفته هادموها بشخبيهم حسب التقريب نحالي هادموها زوزة بابس متعة اترة ونص يعني ثلاثة اترات سيدرونات ومعاهم واحد تشوفوها الكاس الكبير في سيدرونات خاطريني حاطيت ثلاثة اترات مية معناها مع اللقشوة وكل يبذر من بعد قلت علش لين نعمل لهم كعبة كيك كي نعمل كمية كبيرة كي موقات لكم لا نقعد كل مرة نعمل في حاجة حلوة وتعرفوا الحاجات اللي قدت وهذه في سامة توفا كي نعمل كعبة ما شاء الله يعني في ليلة ولا ما تشدنيش معناه حتى هارين ما تشدش كي ما تعرفوا الصغار وزيد نحبوا الحاجات الحلوه كيف ما هيك ما قدت علش لنا انهم تكارة كعبة يعني للكعبة نعمل لها الكعبتين العظم قدت 6 كعبات عظم عليهم تلاثة كيسين سكر كل شيء المعناه بتريب تلاثة كيسين سكر اركضت تلاثة ساشيات سكر فانيليا اركضت تلاثة بالجدي مع شوية ملح بطبيعة وحطيت زيت عليهم تلاثة كيسين حليب ثلاثة كيسين زيت وضع الكشور المتعليم اللي في ظلي من وقت اللي صفيته كيف صفيت السيدرونات تعرفوا اللي يقعد لقشرة وكل قعدتلي هذيك خبيت بش نعمل بالقاتوات يعني اليوم حطيت خمسة بغرف كبار وتوا بش نزيد الفارينة وبطبيعة حطيت ثلاثة باكوات خميرة مرتبات والفارينة اني نعمل حيني ميزيني اما هي على كعبة الكيك نحط زوز كيسين كبار فارينة يعني يأتي وستة كيسين كبار الخضر كل شي كما قلت لكم تريب اللي عملت زيت حطيت لي هني القارس خطر حاسيته كطعمة ماهيش طاغية برشا خطر تعرفوا اللي القوة والطعمة متاع القارس لكل مشتفى سيترونات من بعد اخذيت البلاتوات اللي بش نحط فيهم القدو خضيت الانواع اللي حاصيله خطر حبيتك ان نشكل شوية قوش علي مهيش نفس الكيك خضيت البلاتوها مثل المصاتي اللي دهنتوا بالزبدة وخضيتك المولا كايمتاع الكيك وخضيت الواحدة المدورة اني هديكا هي في الاصل كسرونة مايني نحسها ما نحبهيش معناه في التغطيب قوش علي مهيش قوش علي مهيش قوش علي مهيش خطر من اني لديك الطبقة اللي بده مدورة عنديك اللي طبقة متاع شتيس كايك كما كي نحط فيهم الكيك يخرج على جنيه قدرة متاع ربيه لن تتحلى الدنيا إن حتى تبقى مدورة وصبيت الخليطة متاعي بطبيعة يقسمتها على ثلاثة بالنسبة لك الكايك الطويلة هذيكا حطيت رشيت عليها جلجلين تجم ترشب عليها اي نوع متاع فاكيا لان الفاكيا اخترت اني الرشهم على الكعبة الاخرين وهذيكا رشيت عليها جلجلين حطيت نعف جلجلين به على الحل الصغير كريمة اللي نزين بها الكيك متاعي الكيك ما تعجبني كان بالكريمة هذية خاطر ما نحبش برشا القتوات وكالكيك العادي معناه الحقيقة نحبك اللي بداوة فيهم كريم وكل الكريمة هذية اخذتها من عند ألفا ألفا أكيد عرفتها معناها ليه طفلتي ديما تعمل كريمة فوق القتوات وتعجبني على اللخ الحقيقة وليت ديما نعمل هالحكاية هذية خديت ثلاثة مغارف كبارا شي وخديت مغارفة مهذاك اللي بنات البشر متاع الليمون اللي خليته من السيترونات حطيته في حقة متاع تيبروير وباش نحطه في الكنجلاتور كل مرة نمد منه طرف نعمل بها قتو ولا كريمة عليك ثلاثة مغارف انشي حطيت نصف إيترا حليب والسكر بطبيعة حسب الضوء حسب ما أنتم تحبوا انا حطيت ثلاثة مغارفة كبار سكر وحطيت نطيف فيه معادي كريمة العادية اما اني باش نزيدها حاجة هي ألفة معناية تحطها دي راكت على قتو وديجا عملنا هالكومة قبل منعرفش كانت فرشتوا عليها ولي دي راكت معناية ألفة بعد ما طيبة دي راكت تحطها على الكيك اما اني باش نخلاها تبرد شوية من بعد نزيدها مغارفة زبدة دي راكت تحطيت شوية ميزهر دي راكت تحطيت شوية ميزهر هذا كان لما امس بركة قطرته ريحته ماشاء الله منحكي لكم عندكم مية عطر شية ميزهر مية ورد تحطوا اللي تحبوا ولكن تحبوا تحطوا سكر فانيليا ميسيلش بعد ما بردت كما قلت لكم ستتها لمغارفة كبيرة زبدة وركزتها بالركاب النشطة بعد ما خرجتهم من فور حضيت عليهم كالكريمة chociaż انا اعرف بش تظهر لكم هكى اتبلديها جدا اما صدقوني كانت جربوها ما تحصلوا يعني ما تعجبني وليت هكا القطو كان بلك الكريمة هديك ما نحبش القطو كيف ده شايح انا عملت شوية الكريمة خطر عملت الكريمة متاع كعبة بركة واني انسيت اللي اني عندي 3 كعبات وليت عملت كعب دين باقي ما جاوش هكا مشخشخين يعني هي نورمال مون تبقى عالي على خرم الكريمة من بعد زينتهم بشوية بفريوة وشوية الوز وستكى رشة للزينة وكهو ولكعب تلك الكاية الاخرى خليتها كما قد لكم رشيت عليها جرجلين د ما هم ترمي؟ ايضا تلك الكاية الاسم لا ي Cadaver ك誰 advocates هي ريسات تقليدية على الاخر يعني ريسات العادية اللي نعرفوها لي جيب كيس سكر كيس سحليب كيس زيت يعني ريسات تقليدية على الاخر اما اللي بننها هو كل بشر متاع القارص بننها على الاخر مع الكريمة هديكة اللي زادة بالقارص وميزر زادة ما نحكي لكم مش الحقيقة على البنة متاحه وهذه يا سيتروناد بطبيعة مع شوية غلصان حسيله يا لبنات والله العظيم من اروع الوصفات متاع سيتروناد اللي ضغتها لقيقة ما كونش نحبها جملة وماشاء الله الكل غبلوا عليها مبقى ليش معناها منه اللي سيتروناد هكا قاعد لي شوية كهو في بالي اللي بش نخبيه للرمضان اه نرمى الماء معناها باش نزيد نعمل شوية خاطر اني بعثت الماء وعبط لحمياتي كل ما قاعد ليش منه ان شاء الله بقدرة متعربة نزيد نعمل اخرين وهذه ما الكعبات الكيك بعد ما حضروا هذكا القارص معناها اللي خليته باش نستعملوا في الكيك اني حاطيت الهنية في بيت الفطور كما شفته قاعد ينصور الهنية لخاطر حضرت طاولة بيت الفطور خاطر كما قد ركما عندي برشة مدللتهم مش اني هيكا ينصر بكم الاخر الفيديو مش نقص معناها على الفيديو متاع اليوم ان شاء الله قدرة متاع ربي اه نكمل ان نوريكم بقية الفيديو اش عملت بقية النهار كباش حضرت طاولة الفطور وهذا يلي كويس المون عش مع شوية جلاسون وهذه هي الكمية اللي حضرتها باكل كيلو وقارص هيكا نوصب بكم الاخر الفيديو ان شاء الله هيعجبكم ان شاء الله بتتبعه ما تنسونيش في اللايك واذا مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديدي نحبكم على اللي خير وبسلامة